جددت الصين إصدار الإنذار الأصفر لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة المتوقعة أن تضرب مناطق واسعة من بكين خلال الأيام المقبلة وقال مركز الأرصاد الجوي الصيني إن درجات الحرارة اليومية ستكون أدنى في بعض المناطق وتشمل أجزاء من قوتشو وشينجيانج وسيتشوان بما يتراوح بين 5 و 7 درجات مئوية مشيرا إلى أن بعض المناطق الصينية ستشهد أيضا انخفاضا في درجات الحرارة ونصح المركز بتقليل الأنشطة الخارجية واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد جليد الطرق والأضرار الزراعية التي قد تنجم بسبب التجمع